دلوقتي نتكلم على نظرية القيمة المتوسطة. ونظرية القيمة الموسطة بتنص على. لو كان عندي تحقق كم شرط شرطين. في نظريته كان ثلاثة. الشرط الاول اللي هي تكون متصل على الفترة المفتوحة اي وبي اه سرع الفترة المغلقة اي وبي. وقلنا عشان تكون متصل على الفترة المغلقة اي وبي لازم تحقق ثلاث شروط. واحد متصل على الفترة المفتوحة اي وبي. اتنين متصل على يمين الاي. تلاتة متصل على يسار من الا والب اللي هم بداية ونهاية الفترة بتاعتي الشرط التاني تكون قبل اشتغلق على الفترة المفتوحة ا و ب دول الشرطين مهم دول ناس الشرطين بتوع رول إذن لو نظرية رول متحققة يبقى القيمة المتوسطة متحققة لكن العكس غير صحيح يعني إيه يعني لو نظرية رول نظرية القيمة المتوسطة متحققة هذا لا يعني تحقق نظرية رول لأن في شرط ثالث المهم لو الشرطين دولت حققوا فانه يوجد على الاقل عدد سي ينتمي الفترة ايه وكلنا قبل كده كلمة على الاقل معناها ان ممكن يبقى فيه عدد او اتنين او تلاتة ايه الشرط بقى او ايه اللي يحصل ان الاف او ايه ان الاف اوف بي ناقص اف اوف ايه تساوي اف داشة عند السي في بي ناقص ايه ده معنى ايه ان قيمة الدلة عند نهاية الفترة نائص قيمة الدلة عند بداية الفترة تساوي قيمة المشتقع عند هذا العدد في بي ناقص ايه اعا которой بس ملحوظة لو الشرط التالت بتاع رول متحقق يعني ايه متحقق يعني قيمة الدلة اف اوف ايه تساوي اف ايف يبقى الطرف ده كان هايساوي كام كان هايساوي صفر طب حكتيم مضربين في بعض بيساوي صفر يالأولى بصفر يالتانية بصفر لكن الثانية دي لا تساوي صفر ليه لا تساوي صفر لأن البي تمثل نهاية الفترة والإي تمثل بداية الفترة فالفرق بينهم عمره ما يسوي كام صفر كان في الحالة دي هيؤدي إلى أن الاف داش هي اللي بتساوي صفر وده نظرية رول ناخد أمثلة على نظرية القيمة المتوسطة بيقول لي حقق نظرية القيمة المتوسطة للدلة وي بتساوي اكس تكعيب زائد واحد على الفترة من صفر الواحد يبقى ده الفترة بتاعتي وده الدلة بتاعتي محتاجة حقق كم شرط شرطين اتنين بس الشرط الاول ان الدلة تكون متصلة على الفترة من صفر الواحد الواي بتساوي اكس تكعيب زائد واحد دي كسرة حدود وقلنا قبل كده في الباب اللي كان بتكلم عن الاتصال والنهايات ان كسرة الحدود متصلة على أركل لها وبالتالي طالما متصلة على أركل لها يبقى متصلة على أي فترة جزئية منها انا هاخد الفترة بتاعتي اللي هي من صفر الكام لوحد ديبقى ده الشرط الاول متحق الشرط التاني ان انا لما اشتقها تديني تلاتة اكس تربية وتلاتة اكس تربية دي كسرة حدود فهي متصلة اذا قبل اشتقاق على الفترة المفتوحة من صفر الى واحد يبقى الشرط التاني متحق اذا يوجد عدد الأقل عدد سي موجود في الفترة من صفر الواحد بحيث يحقق ان احنا كنا كتبينها اف عند البي ناقص اف عند الا تسوي اف داش عند السي في بي ناقص اي انا هشيل ده وحطها في المقام هنا بي ناقص اي وانا متأكد مليون في المية ان المقام هنا لا يسوي كام لا يستوي صفر فنشوف يبقى اف اف بي اللي هي واحد ناقص اف اف اي اللي هي الصفر على واحد ناقص صفر طيب اف اف واحد بكام انا كان عندي الدلة بتاعتي بتسوي اكس تكعيب زائد واحد طيب لما حط اكس بواحد واحد تكعيب بواحد زائد واحد باثنين اللي هي القيمة دي ناقص اف عند الصفر ان انا حط اكس بصفر صفر زائد واحد بكام بواحد على اي على بي اللي هي واحد ناقص صفر طيب اثنين ناقص واحد بكام بواحد على واحد نص واحد 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 على واحد تسوي كام واحد طب المشتقة كانت بكم المشتقة بتاعتك F داش عند السي كايب بثلاثة سي تربيع إذن ثلاثة سي تربيع هتسوي كام واحد ومنها يبقى السي تربيع بتسوي واحد على ثلاث عايزة جيب السي يبقى السي بتسوي زائد أو ناقص واحد على جزر ثلاثة النقص دي مرفوضة ليه مرفوضة لأن الفترة بتاعتي من صفر الكام الفترة بتاعتي من صفر الواحد يبقى اكيد السالب مرفوضة يبقى يتفضل لي واحد على جزر ده طب هل واحد على جزر التلاتة دي موجودة في الفترة من صفر الواحد اه يبقى انا كده حققت شروط نظريتي القيمة المتوسطة وعملت ايه كمان بقى وجبت العدد اللي يخلي الشروط متحققة